واحد يقول ما معنى الآية أما نحن فلنا فكر المسيح هل مش ممكن يقصد مؤلف المفهوم فكر الكنيسة أن تكون جلسة عن يمين الآب ده كلامه عن جلوسة عن يمين الآب كلمسان لنا فكر المسيح يعني ما يكونش فكرنا متعارض عن فكر المسيح إنما لنا فكر المسيح شوفها كيف عن يمين الآب أنا فكر أن أنا قلت لكم في وقت من الأوقات الآب ليس له يمين ولا شمال لأنه غير محدود الكائن محدود له يمين ولا شمال لكن الآب ليس محدودا فليس له يمين ولا شمال كمان ما فيش مكان فاضع عن يمينه عشان حد يجلس فيه كذلك قيل عن الاب أنا في الآب والآب فيه هو قال عن نفسه أنا في الآب والآب فيه فيبقى مش عن يمينه وقال أنا والآب واحد يبقى عن يمين الآب يعني في قوة الآب في بر الآب فالمسيح لما جلس عن يمين الآب جلس في قوة الآب يعني بعد ما كان باين في العالم وهو فيه فترة تبسده على الأرض ضعيف بيسلبوه بيضربوه بيبسقه عليه الأخره بيدقه فيه في المسامير دلوقتي دخل في القوة لا يمكن أبدا عبارة أخلاء ذاته بتاع الزمان هتبقى دلوقتي ما فيش إخلاء ذات بصعوده إلى السماء لكن دي ما تنطبخش على البشر لأن البشر لا يمكن أن يكونوا في قوة الآب وهو برضو تبارك هذا الأمر فقال مع أنه في أوقات كتير يقول أجلسنا عن يمين أب أجلسنا عن يمين أب لكن في مرة من مرات قال اليمين ليس موضعا ولا مكانا في صفحة 150 خقراته الكلام وبعدين نشوف إيه ماذا التباق بيقول إيه بيقول علما بأن يمين الله ليس موضعا ولا مكانا لي حق في الكلام ده علما بأن يمين الله ليس موضعا ولا مكانا ولا ربا كلمة ولا ربا مقابر شافع عليه يعني عن يمين الأب لهم رب أعلموا أنه لا استمين نهايت ولكن يمين الله كناية عن المسواه الكاملة ووحدة القوة والسلطان والعمل فإن كان يرى أن يمين الله معناه كناية يعني المسواه الكاملة ووحدة القوة والسلطان والعمل فدي تنطبخ على المسيح فقط فلا يمكن أن نقول أن البشر جلسوا عن يمين الله بمعنى المسواه الكاملة ووحدة القوة والسلطان والعمل يعني يمكن أن تنطبخ على المسيح فقط لكن لا يمكن أن تنطبخ على البشر أن صعدوا وأجلسوا عن يمين العظمة مرة قالوا عن يمين العظمة ومرة قالوا عن يمين الله يمين الله يعني المسواه الكاملة مش موضعا دي لا تنطبخ إلا على المسيح كإب فقط لكن ما تنطبخش على البشر أنصحكم كطلبة لهوت لأن التعبير اللاهوتي يحتاج باستمرار إلى دقة شديدة أقل خلاف في التعبير ربما يؤدي إلى هرتقة أو بدعة يعني مشكلة الأريوسيين أنهم كانوا عايزين يقولوا مشابه للآب مش مساوي للآب كلمة مشابه ومساوي اختلاف لاب لكن يؤدي إلى هرتقة